اشتركوا في القناة كتاب جمع عمشين عشرين شباب إن شاء الله من الأفضل نكون معك كتابين عشان يبقى معك فرصة أكبر إن شاء الله في تحصيل المعلومات بأكبر قدر ممكن بإذن الله أجمل اللي قولك فيها إن ذا وجاء فراغ بعدها يمكن ريستيت في كذا يمكنك أن كلمة ريستيت تعيد ذكر كذا أو تعيد تصريح كذا ده اللي هي الفقرة التقدمية طيب في إيه أنت ممكن تعيد ذكر الفقرة التقدمية إيه نقول بضي اللي هو صلب الموضوع أو جسد الموضوع ولا في الكونكولوجين الختمة ولا الثيسس الجملة الفرضية ولا التوبك سنتنس اللي هي جملة الموضوع ذاته في الكونكولوجين في الختمة أنت بتقدر تعيد ذكر تمام الفقرة التقدمية اللي كانت في البراغراف بتاعك أو الإي سيكل نقول لك فيها ماي سيستر ما راجع باسمها إز نيفر بقول لأخته كذا ما لها بقى أبدا إيه وبتقضي وقت كبير في إنها تقعد تشرح له إيه الهومورك بتاعه طيب يبقى كده هي إيه إن أكرت غير دقيقة ولا كانت عطوفة ولا بيشن صبورة ولا غير صبورة هي كده غير صبورة الله 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 يا مثل أنت مش لسه بتقول إنها عمالة تقعد بها وقت طويل تشرح له أه هم ما لازاي تقول عليهم بيشن مش مفروض تقول بيشن صبورة أقول لك كلامها بصحة طب وتعمل إيه في نيفر نيفر نافي تمام كده هو بيقول لك هي أبدا ليست إيه أقول ليست صبورة بيشن لا ليست غير صبورة لأن نافي نافي إزباد from the graph graph شباب اللي هو اللي بقولوا عليه الرسم البياني ماشي it is clear that من الواضح أن there is a يوجد كذا difference difference بمعنى اختلاف between بين people's opinions وجهات نظر الناس طيب إيه اللي موجود بينهم ده في اختلاف ده إيه حاجة significant زاد دلالة واضحة ولا significance الدلالة نفسها كلمة significant معناها دو دلالة أو واضح significance الدلالة نفسها surprised معناها اندهشة و surprise يدهش أو يفاجئ تمام كده طيب significant difference ودي يوغد الشكل الصفة بمعنى اختلاف بين واضح وزود دلالة ما بين آراء الناس نحرك الشاشة حتى نروح لباقي التدريب اللي جاء على فوكابلا ده ساتة اربعة الجملة الرقم اربعة ظهر قدام ده وملك فيها the highest number of people who agreed where in India العدد الأكبر اللي كان مواثق من الناس ما كانوا فين كان فين هند ماشي where that حيث وكذا وجاء فراغ بعدها people من الناس اللي هما بيمثلوا نسبة 80% 80% thought things اعتقدوا اني things would be better ان الدنيا هتبقى افضل ماشي طب دولة كده بهم minority اقلية ولا بهم majority اغلبية ولا percentage نسبة مائوية ولا while كلمة while معناها بينما كده بقى دولة majority الاغلبية يا شباب لاني 80% تبقى الاغلبية comes up to the end under developed countries في الدول الغير متطورة تمام كده ماشي literacy اللي هي الامية جاء في فراغ بعدها lack national awareness نقص الوعي العام there هناك طيب يبقى الكلام ده suspects يشوك ولا respects يحترم ولا reflects يعكس ولا infects بمعنى يعدي كده بقى reflects يبقى هنا هو الامية بتعكس نقص الوعي القومي في هذه البلدان ستة بتقول my neighbors should then ابناء جاري كل هطفال يعني cause a lot of noise بيسببه المزيد من الدوضاء والكاسي من الدوضاء which makes me unhappy ده بيخليه غير سعيد وإيه and a please the masrour طب ازاي غير سعيد ومسرور تيجي ازاي cross يعني غاضب disobedient غير مطيع dishonest غير امين الهوسة اللي بيعملوها العيال بتخليه unhappy وكمان cross cross معناها غاضب sama is aor قانو في الجملة سبع جافرق بعدها little girl البنت زويرة her smile her smile دايما اللي بتسميتها بتنور وشاه زي ما بقول طب تبقى البنت دي مواصفات ان ايه انها تشير في المبتهجة دايما بتتحك ولا disabled مع واقع ربنا عافينا ولا economic اقتصادي ولا noticeable ملحوظ لأكده هي البنت دي cheerful بنت مبتهجة دايما بتتحك تبقى لك ايه it's a good quality if a person is انها لصفة جيدة لو الشخص ايه جرم بمعناها سريع الغضب يعني انسان باللهجة المصري كده زعال زي ما احنا بنقول cross معناها patient معناها patient معناها impatient معناها غير صبور طالما انها صفة جيدة يبقى ايه يبقى انه patient صبور يجابوا حي دقيقة في الجملة رقم 8 تنسى بولك فيها those who don't like the plan are only اكذا اللي مش عاجبهم الخطة يمثلوا ايه فقط they want to be influential مش هيبه مؤسرين يبقى دول ايه يبقى دول اقلية يبقى نقول عليهم bar graph اللي هو الرسم البياني اللي في شكل عمدة ولا percentage نسبة مقوية ولا majority اغلبية ولا minority الاقلية دول اقلية بيقولك بدليل انه بقوله مش مؤسري فعش وليك فيها my son is always ابني دايما جاي في رقم بعدها when we have gist ابني بيعمل ابني دايما كزا لما بيبقى عندنا ضيوف he makes me embarrassed بيحرجني طيب يبقى الودة ايه الودة نوتي شاقي ولا patient صبور ولا cheer for the montage ولا significant دولالة الودة كده نوتي شاقي بيعمل ايه حاجات مش كويسة بيضايق الناس وبيحرج ابوه معه حرقنا الشاشة عشان نخلي نجم لحظاش زهرة قدام وليك فيها دكتور حامد is examining an old وجاء في فراغ بعدها right now الدكتور حامد بيقوم بفحص ايه كبير في السن الان award award معناها مكافرة رسميا inspiration معناها الهم وعندي patient معناها هنا بقى حسب الجملة تبقى مريض conclusion معناها خاتم يبا كنبي patient انا مش تيجي بمعنى صبور هتيجي بمعنى مريض لاني الطبيب هيفحص المريض مش هيفحص مش هيفحص حد صبور ده ده مريض 12 بتقول مايصان ازا بيت ابني الى حد ما حد بسيط كده هو when I wake him up لما بصحي in the early morning في الصباح الباقي ده دازم مش بتعجيبوا الحكاية دي يبقى لو ده كده ايه لو ده كده جرامبي زعال بيغضب بسرعة ولا شيء ملهم ولا patient صبور او مريض ولا patient غير صبور كده الولد ده جرامبي فيه تقطة شبراك فيها هاي 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 معناها مرتفقة في فراغ بعدها of teachers من المعلمين to take the coronavirus vaccine عشان اخده اللقاح بتاع الكورونا طيب ده كده bar graph رسم بياني احصائي في شكل عميدة ولا percentage نسبة مقوية ولا percent percent معناها في الماء اللي هي العلمة الميلة اللي انت بتكتبها دي ولا ماينورتي اقلية هاي percentage نسبة مقوية عالية فيه اربعة شبراك فيها ده ده من المعروف انه جاء فراغ بعدها ايه اللي من المعروف ايه بقى اللي بيخلي الاتصال والتواصل افضل كده percentage للنسبة مقوية ولا eye contact التواصل البصري يعني انت قاعد وعينك في عين اللي قدامك ولا conclusion ختم ولا مجورتي اغلبية كده حاجة اسمها eye contact التواصل البصري في خمس جولة فيها the final paragraph of an essay الفقرة النهائية من المقالة بتاعتك is where you هي اللي انت ايه بقى تعمل ايه فيها contact يتواصل معه ويتصل به cheer يبهج ويبتهج وتجيب معنى يهتف conclude المعنى الحرفي لها يختتم ولا push يدفع الامام كده بقى انت بدي بقى conclude يعني في الفقرة الاخيرة من المقالة انت بتختتم المقال ستتش بولي it's not a good quality انها ليست صفة جيدة data teacher is ان المدرس يكون ايه patient صبور ولا cheer في المبتهج ولا significant زودلالة ولا parole قاسي هي دي حاجة وحشة ان المدرس يكون قاسي ستتش بولي homeless people للناس اللي هم بلا مأوى اللي هم المشاردين اللي ما عندهمش بيوت lead our own life بيعيشوا حياة ايه نوعها naughty shocky miserable بائسة impressive مؤسرة ولا significant زودلالة كده حياتهم بتبع حياة miserable معناها حياة بائسة نحرك الشاشة عشان نروح العنوان التاني قدام بقولك important vocabulary وديها بدأ مع الجملة 18 بقولك فيها there is no لا يوجد ايه of cancer اللي السرادة ربنا عفينا but the symptoms ولكن الاعراض can be managed دي ممكن التحكم فيها طب ما فيش ايه للسرادة ربنا عفينا ما فيش كيور علاج ولا تريت يعالج ولا هيل يلتائم ولا وي بمعنى طريق there is no كيور ربنا عفينا ما فيش له علاج لكن ممكن نتحكم في الاعراض ربنا عفينا طبعا من كل من كل ازا ودر بيقولش تسعتاش يونيد انت انت لست في حاجة ياله جايب فراج بعدها your voice صوتك طيب ماشي انت مش محتاج ايه عم صوتك I can hear you يا عم انا سامعك كويس يا عم طيب يبنون لنا هو ايه بقى raise بمعنى تشغ زي الشمس ولا arise بمعنى ينشأ ولا arouse اللي هي بمعنى يثير او اثارة ولا raise يرفع اهياني raise يا عم ما ترفعش صوتك انا سامعك كويس I want you just to انا كل اللي عايزه منك انك انت فقط ايه and think careful تفكر بعناية وبحرص before deciding قبل ايه قبل ما تقرر ضيب reflect بمعنى يعكس وتيجي بمعنى يتأمل raise للسائلين معناها من شوية بمعنى يرفع زي حكاية الصوت speculate يتأمل وعندي pause بمعنى يصمق الله طيب كده انا عندي كلمتين يتأمل reflect يتأمل وتيجي بمعنى يعكس وspeculate زي اياه raise خلاص بعنا ان المناسب طيب كده مين الاجابة الله وكلمة pause اه pause الاجابة pause معناها يصمت اسكت شوية بقول له انت اسكت قعد كده ساكت كده ثواني تمام وفكر بهدوء وبعناية وبحرص عشان ايه عشان قبل ما تاخد قرار تمام كده يبقى pause يصمت طيب مثلا مش المفروض الواحد قبل ما ياخد قرار يتأمل هقول لك طيب كده كنا هناخد مين هناخد reflect ولا هناخد اللي تنفع تكون هجاب وحتش تقول لك فيها اي ام اوفر دامون انا هطير من الفرح دا دير از ا اور ان اه لاني في كزا امبرو من المعنى تحسن اي نور هلسف صحتك جران دبايا جدو طيب مزرب الباس ديس اي اي ابل معوق اي كانوا باقتصادي نتسب الملحوظ هي لي ابقى هو هطير من الفرح عشان الحمد لله في تحسن ملحوظ في صحية الجد فنش تقول لك فيها بسبب السوشيال ميديا ويه التعليم طيب ايه بقى باتل بمعنى نمط او نموذج معناها منطقة او اقليم تيجي بمعنى يعني لها معنى كتير مضمنا معنىها رقم تيجي بمعنى احصائية وعندي كلمة جراف اللي هي الرسم بان ويسألينها من شوية هنا بقى ايه بمعنى نمط الحياة عزول لك شكل الحياة في الريف تغير بسبب التطور اللي حصل فيه التعليم وكمان في السوشيال ميديا حرقنا الشاشة عشان نخلي جملة التعشرين اللي زهرها قدامنا وليك فيها الاجابة على هذا السؤال الى حد ما ايه انا والله مش عارف انت بتفكر في ايه طيب يبقى الاجابة ده هيا جرامب انسان بيزعل بسرعة ولا مزرب البائس ولا اوبياس واضحة ولا بيشن صبور كده الاجابة اوبياس واضحة بقوله عمي اجابة السؤال ده واضحة انت بتفكر في ايه يعني انت ايه ده يعني حاجة سهلة انت ايه الوقت ده كله في 14 مول فيها دلتا مش بحتاجة تجامع في ايجبت دلتا مص هي واحدة من اكثر الاماكن عايز اقولك ايه كسافة في السكان يعني ان افريقا طب في افريقا ماشي كده نقولي بقى بمعنى انماط او نمازج ولا بمعنى مناطق او اقاليم ولا أشكال واحصاءات ولا رسوم بيانية ده كده منطقة او اقليم من منطقة تحت الدلتا هي من اكثر مناطق ازدحاما بالسكان في افريقيا كلها خمسة ربولة فيها كل اصدقائي بخصوص الاسباب لقراري ان انا اسيب وظيفتي انا والله بفضل ان الموضوع ده يبقى سر طيب يبقى هنا الى اصدقاء دول ايه ماشي كلمة معنى الحرفي ليها يشرق للشاب زي ما قلنهم شوية زي يرفع من شوية صوته تيجي بمعنى برضو حد يربي ابناء وحاجة زي كده بمعنى يتأمل وبوزنج بمعنى صامتين هنا الاصدقاء كلهم بيتأملوا يعني عايز اقولك ايه كانهم ايه عايزين اعرفوا يعني ايه السبب اللي انت مش بلاك عايز سيب وظيفتك بس والله يا جماعة الموضوع ده سر يعني ما عندوش سعداء دوله لحد The new investment له قانون الاستثمار الجديد has reinforced عزز ايه The وقفرق بعدها gross in Egypt نوك هذا في مصر طب ايه بقى تشيرفوا المبتهج واللي سيبوا المعوق ولا ايكانوميك اقتصادي ولا نوت سيبوا الملحوظ The economic growth اللي هو النمو الاقتصادي بالقانون الجديد تالس اسمار يعزز موضوع النمو الاقتصادي في مصر طيب اللي بعدها في 27 زيه وقفرق بعدها shows how house prices كذا بيبين ادي اسعار المنازل have rising since the 1980s منذ فترة الثامنين طيب trouble معنىها متاعب region منطقة او اقلب من السانها مشوية area بمعنى منطقة وكلمة graph اللي هو الرسم البياني هي دي الرسم البياني بيبين ادي ارتفاع الاصعر The charity wants a donor المؤسسة الخيرية في حاجة المتبرع طيب عايزين ايه منه تبايا عشان تبايا عشان يشتري اويل chair كرسي بعجل كرسي متحرك for a or an old lady لسيدة كذا عجوزة الست دي ايه بقى طالما عزي الله كرسي بعجل تبايا تبايا تشير في المبتهجة ولا disabled نعاقة ولا كنم بك اتصادي ولا اكتب نشط كده السيدة دي disabled في 29 سادلي جملة هنا ابدأ بظرف سادلي معناها مما يحزن يعني او انه الامر المحزن official الكلمة official معناها رسمي جاي فرق بعدها show that بتباين عدد المدخنين بيزداد طيب ايه بقى الرسمي ده مغامرات مناطق واقاليم بمعنى احصائيات اللي هي المتاعب الاحصائيات الرسمية بتقول ان عدد المدخنين بيزد نتحرك مع definitions اللي جايها على الدستات واربعة من الوحدة التانية المعاصع 20-24 او ان وجاي فرق بعدها is the end of something هي نهاية شيء such as a speech speech معناها كلمة or a speech كلمة او حديث انت بتلقيها يعني or a piece of writing او ايه او قطع من الكتابة حاجة مكتوبة طب دي تبقى ايه بيقولوا عليها conclusion كده خاتمة اللي هي اخر حاجة والريجينز والانسبريشن والايفنت دي كده conclusion خاتمة كل الحاجات دي ترجمناها بكده طيب انك انت تعمل كذا is to show or be a sign of a particular situation or feeling طيب انك انت كذا هي معناها انك انت بتبين لعلامة ماشي لموقف محدد او احساس محدد ده كده ايه raise بمعنى يرفع زي الصوت يربي ولا speculate يتأمل ولا reflect بمعنى يعكس ولا pause يصمد كده reflect يعكس يعكس الشيء معناها ان انت بتبين بتبين موقف محدد او معين او احساس معين ده في ايه بقى يعكس فرق في 32 وبعد كده means معناها extremely unhappy ان الواحد يكون ايه غير سعيد تماما بجدا زي ما بقوله for example على سبيل المثال because you feel lonely انك انت شاعر بالوحدة called bird or badly treated او المعاملة ايه المعاملة السيئة طب انت كده تبقى ايه تبقى نوتي ولا جرامبي نوتي معناها شقي جرامبي اللي هو سريع الغضب ومزرب البائس انت كده بقى ايه مزرب البائس بعيش حياة بائسة وده هنا هو بيبقى فيه حزن شديد جدا بسبب ايه شعور بالوحدة البرد او المعاملة السيئة في تتطبق اللي فيه ده اجيكتف الصفة اللي هنحطها ما بين القصين دوتون فيرتوز كومز means معناها having an important effect لني يقول له تأثير واضح جدا ومهم جدا or influence especially خاصة on what will happen خاصة على ما سوف يحدث اندى فيوشف المستقبى ده كده ايه الصفة دي كرول قاسي ولا كرس غاضب ولا بيشنط صبور زو دلالة او شيء اه شيء مهم ده بقى اللي بيباين لك تأثير على حاجة ممكن تحصل فيه المستقبل significant زو دلالة فربط الملفية اول انا جاء فرق بعدها is an amount as if it is part of a total which is 100 كزا هو عبارة عن ايه مقدار يتم التعبير عنه ماشي كجزء من الاجمال اللي هو مية طب ده كده ايه ده تحامل اي كونتاكت تواصل بصري percentage النسبة المقوية ولا part graph اللي هو الاحصاء الرسم البيان للحصاء اللي بيبقى انطلق العمدة ده كده الpercentage النسبة المقوية اللي بيديك كم من مية في 35 بدأ بفراغ means deliberately hurting people or animals كزا معناها عن عمد انت بتأذي الناس او الحياونات تبنته كده تبنته انسان كرول قاسي مش كرول صغاضب مش patient صبور ولا اساس significant زو دي لا في 36 الفراغ بدأ معايا نا مجموعة صغيرة من الناس او الاشياء داخل مجموعة اكبر تبقى دولة ايه يبقى دولة minority اقلية ليست majority اغلبية او podcast اللي هي التسجيلات الصوتية فكرة نمضية في 37 بدأ بفراغ كزا معناها متضايق او يعني غاضب يبقى كده انت بقى ايه cross cross معناها غاضب كلمات التانية كلها بترجي منها تبقى بدأ بفراغ is when you look directly at someone at the same time كزا الشي ده معناه انت بتنزل لحد بطريقة مباشرة تمام كده اه في نفس الوقت as they are looking at you اللي هما بيبصولها فيه بدأ تحامل اي كونتاكت التواصل البصري ولا برسنتج نزمة مائوية ولا برغراف الرسم البياني كده ده اسمه اي كونتاكت التواصل البصري 39 تبي ان تكون كزا is to be able to wait انك انت تكون قادر على انتظار كامل بهدوء for a long time لفترة طويلة or to accept difficulties او تتقبل الصعوبات people's annoying behaviors وكمان سلوكيات الناس المزعجة etc الاخ without being becoming angry بدون ما تبقى غاضب تبقى انت كده انسان قرول قاسي ولا كروس غاضب ولا patient صبور ولا significant زو دلالة كده تبقى انت انسان صبور بتقدر تتحمل ده كل نكمل نحرك الشاشة عشان نروح مع باقي التدريب لسه من انتهاش اربعين بتقول الصفة اللي هتيجي دلوقتي معناها ايه معناها هي انك تتعمل شيء معين غير صواب حاجة مش صحة زي ما بقوله لكنها ليست خطيرة انت بتعمل حاجة صحيح مش كويسة مش صواب لكنها ليست خطيرة يعني مفيش عندها ازا شديد زي ما بقوله تبقى انت كده ايه تبقى انت كده نوتي شقي ولا جرامبي سريع الغضب ولا مزرب والبايس ولا ملهم انت كده نوتي نوتي الولد الشقي الولد اللي يتنطط ويتفطط واول ما يشوف الضيوف يحرج ابوه وامه عايز ومش عايز ده ما بيعملش حاجة فيها ازا شديد لكنه بيعمل حاجة غير جيدة واحده اللي بين بدأ الفراغ مينز معناها او الاشياء اللي في مجموعة ده كده مينورية اقلية ولا ماجورتي اغلبية ولا بودكاست البس الازاعي تسجيل ازاعي يعني ولا استيريوتيب ده كده ماجورتي الاغلبية هما ايه المجموعة الاكبر في مجموعة من الناس او الشيء الاشياء طبعا او الان في اتنين واربعين فراغ بعدها ازا دايجرام هو عبارة عن رسم بياني بيستخدم مستطيلات بتبقى دياء شوية او الارتفاعات المتبينة عشان يبين لك مقادير مختلفة يمكن قارنتها ده كده ايه ده كده اللي هو الرسم البياني اللي هو اخذ شكل اعمل او رقام بعدها في تياتيو الاربعين اه وجاء فراغ بيرسون شخص اس بات تنبر بات تنبر معناها سلوك ومش كويس سيء السلوك ان دي ازي الان نويد وبيانزعج بسرعة طيب نقول على لي ده نوتي ولا تشاي ولا جرامبي سريع الغضب زعال باللهجة المصرية ولا مزرع بولباس ولا انسبايرين ده كده جرامبي بانكمل تدبات بالكابل شباب وجايين على الميني تست الاولاني على المتلازمات اللفظية او يبلغ لك فيها انت دايما بتأخر على شغلك ماشي كان يوهل لك ايه بقى واي لماذا طيب يبلغ لك جيت ولا ميك ولا ريز ولا اكسبلين اكسبلين يشرح ممكن تشرحنية ليه انت دايما متأخر نبلغ فيها انا مش مصدق الاسباب اللي انت ايه ميت ولا جيفن ولا تيكن ولا ريفلكتد يو هاو جيفن اللي هي جيفا ريزون يعني يعطي سبب الاسباب بتبديها مش مقتنعين مياه اتس امبورتنت هاو تو من المهم كيف كزا نيو ايديا زي افكار جديدة تسلس للطلبة دات ميك ديفرنس وده اللي بيوصنع الفارق او بيكون ايه يعني بيعمل حاجة لا مختلفة طيب نقول بي ولا هاو ولا ريكواير ولا بريزنت اتس امبورتنت هاو تو بريزن ازاي تجدم افكار جديدة للطلبة وده طبعا هو اللي بيوح حديث الفارق لما بيذهبوا للمنتزه بنيلوا الدنيا خالص هدومهم بتروح فضائق بيوسخوا هدومهم ديس فيلم ما لوجه فرق بعدها ده اللي هي بقوله عليها الفكرة النمطية للمزارع المصري تبقى انه ليه ميكس ولا جيفس ولا تيكس ولا ريفليكس الاجابة ريفليكس معناها يعكس الفكرة النمطية او النموذج النمطي لشي معين حركنا الشاشة عشانروح على الميني تيست التاني وده على السنانمز والانتنمز المترادفات والمتضدات اول جملة فيه السكرتيري السكرتيري الجديدة اس جرامبي جرامبي معناها سريعة الغضب بتزعل بسرعي هي كده ايه تبقى ايه طبيعتها جيدة والنون معروفة سيئة الطبع سيئة الخلق سيئة التصرف مساء استخدامها هي كده بقى سيئة الخلق الطبع يعني عشان ما بقى لاش كلمة الخلق دي لربما يعني حد يزعم منها هي كده سيئة الطبع بمعنى سيئة الطبع طب سلمة اس كروس ويز هاني سلمة غاضبة مع هاني دا ورد كروس هنا بقى اللي يقولنا معناها غاضب المراضي فيها ايه بدولة غاضب ولا مزرب الباس ولا غير صبورة ولا مسرورة هي كده انجري انجري زيها زي كروس في الجملة رقم تلاتة يبقى صبور الى غير صبور زي ايه بالنسبة الميرسفول معناها رحيم يبقى انا كده عايز كده ما عكسها طيب قول فور بيرنج اللي هي معناها صبور ولا ايه ذن تنبرد برضو معناها صبور ولا كروس القاسي ولا كايند طيب أو عطوف كلمة ميرسفول معناها رحيم عكسها ان الانسان يكون كروس قاسي ربينا طبعا يعافينا من كل القاسور فارب اقول لك فيها دا انسان طبيعته كويسة جيد طبع ديس مينز هي اس نوت هو مش ايه كلمة ابيديانت كلمة ابيديانت جاء من اللي هي بقوله عليها الطاعة تمام يبقى إنسان مطيع تمام جرامبي إنسان سريع الغضب والزعل طالما أنه هو طبيعته جيدة تمام كده يبقى هو مش جرامبي ليس سريع الغضب البارجراف اللي هو الرسم البياني is also known as ليه اسمي تاني يقوله علي إيه بارجراف ولا بارتشارت ولا داياجرام طيب كلمة بارجراف اللي هو الرسم البياني ينفع لها بارتشارت وينفع عليها داياجرام طيب الاتنين دولة صح؟ إيه الحل؟ رح اختير الأخير اللي بيقولك إني بي و سي إجابات صحيحة نحرك الشاشة عشان لسه فيه two mini test جايين تاني الميني تست رقم ثلاثة جاء على the expressions التعبيرات ومعها the prepositions أحرف الجر وكمان idioms المصطلحة طيب أولونا فيها I am still trying to find out أنا لازلت أحاول أنا اكتشر the reasons as bad فرق بعدها these unexpected results هذي النتائج الغير متوقعة طيب الأسباب إيه with ولا behind ولا from ولا out of reasons behind الأسباب وراء يعني الأسباب اللي وراء هذا هذه النتائج الغير متوقعة طيب she cares وجاء فرق بعدها everything هي تهتم كذا كل شيء related to her children اللي له علاقة بأبناءها أطفالها يعني طيب تبع حرف الجر إيه هنا at in on about care about بمعنى يهتم بإجابة وحيدة صحيح في تدولك فيها to start the final paragraph عشان تبدأ الفقرة الأخيرة وفنقس للمقال بتاعتك we can use بنستخدم ايه من دول in conclusion في الختاب on conclusion ماشي on conclusion دي ترجمة حرفية ماشي ليست يعني دقيقة خلاص حرف الجر هنا مش مناسب لكنها ينفع اقول in conclusion لكن on لا ما قولهاش طيب to conclude لكي نختتم الفقرة طيب كده in conclusion صح to conclude صح خلاص يبخد الإجابة الأخيرة اللي بتقول لك ان ايه و سي إجابات دقيقة في أربعة يقول لك this is our role to look انه دورنا دورنا تمام to look a our parents ان احنا look مش هنترجمها الوقتي والدينا when they become old لما بيجبروا في السن اه يبقى هنا عايز قول لك نعتني بيهم يبقى ايه يبقى look after تمام لان look for معنى هيبحث عنه look up انت كده بتتطلع الى واخد بالك من كلمة look forward to look up to بتعني معنى بتنظر لحد نظرة زي مثلا أعلى والحاجات دي look like معناها يشبه كده انت عايز look after هتعتني بالوالدين لاني سنهم بيكبر keep safe يعني خيحرص نفسك خلي بالك try not to get a trouble اه اقول له خليك في أمان عايز قول له ما تحطش نفسك في مشاكل type get ايه بقى to on into up get into trouble بمعنى يقع في المشاكل يعني خليك في أمان كده ما تحطش نفسك في مشاكل when my phone rang لما اتجار السلفون بتاعي I asked Rodina to watch the baby انا طردت من رودينا انا اتخذ بالها من البيبي اويل اه اعز قول لك لي لبرها طب ايه حرف الجار from for on during for a while اقول لالله اخلي بالك من الطفل ده لبرها والبرها هي فترة بسيطة من الزمن حركنا الشاشة عشان نروح للميني تيست الرابع والاخير وهنا بيقول لك ايه clear the confusion وجايب فيه أربع جمل فقط بيقول لك الاولانية حوار ما بين اثنين انا كل اللي حققته 47% من ايه من العمل او المهمة اللي موكلة لي that is ايه با اه 47 يبقى انتك ده هو قريب من النص يعني خلاص داخل على الخمسين يبقى منقولش only a little only a little معناها القليل فقط nearly half هي يدي اللي قريب من النص هي تقريبا النص زي بيقوله ده majority اغلبية ونن معناها لا شيء nearly half 47% الديني ده this not safe ليس من الامان توليف انك انت تترك ايه should in alone at home الاطفال كزا الاطفال بمفردهم في البيت المهمة عندي هنا هو اه الايه اللي انا اجيبه مع الاطفال دي اجيب لهم a little a little معناها شيء قليل غير قابل للعدد وكمان هنا هو بيبقى بيبقى كافي لاني كلمة little قليل غير قابل للعدد وغير كافي طيب a few مع الاشياء اللي تتعد برضو بتتكلف في فكرة ايه فكرة الاقلية بس مع العدد كافية a few عكسها بتبقى غير كافية المهم من الانين مع الاتعاد طيب كلمة little من غير اه معناها ايه معناها صغير لما اقول little children معناها الاطفال الصغار ماشي مش عايز كمياتنا لا في a little ولا a few ولا حتى a few تتربلك فيها don't ask your father for anything right now اوعد تطلب بي حاجة من ابوك دلوقت ماشي انت بقى داخل بقى وعايز تقول ابوك على حاجة فهم اوعد تروح ناحيته داخل راجل ايه خلاص يعني مضغاز هيتطرش ازا ما بقوله بسبب الفاتورة بتاعت الكهرباء جاء من 1060 ين اه he is cross cross معناها غاضب يعني the high electricity باللي الفاتورة عالية بتاعت الكهرباء طب المهم عندي ايه حرف الجر المناسب مع cross او cross about غاضب بشأن ولا cross with غاضب مع يعني زعلان من حد ولا cross at اللي هي برضو غاضب بشأن كده مين بقى ينفع cross about و cross at على الجملة دي ايه بقى كده الاختيار الاخير ولا صح طب ليه مثلا ما اخدش cross with cross with معناها زعلان من حد او الفلان غاضب مع فلان لكن ديها لا اربعة عبدا كده بيساعدك انك انت تتغلب على الصعوبات طب كده ايه ده patience صبر ولا ودي غلط لان كلمة patience الصبر كلمة غير قابل عدد ما قدرش حطه دماء اه وان patient معناها صبور patient معناها تيجي بمعنى مريض وتيجي بمعنى صبور يعني ممكن اقوله patient person patient person معناها الشخص الصبور ولو قلنا the doctor is treating a patient الدكتور بيعالج مريض ماشي الان ده بتكلم عن ايه عن الصبر ذات وابن عايز نون ايجابها حصيحها في الجملة الرقى الرابعة كده شباب تكون انتهت تتغلبات الفكابير كده جاعد درسات الرابعة من الوحدة التانية معاصر 20-20 انك تتغلبتنا معك لم تنتهي باعت ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة نزيلة بسرس العزة السلام وبركاته